السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياريت كل اللي بيشوفنا ادعمنا بلايك واشتراك في القناة فيه ايه الجدعان بالزبط فيه ايه نفسي نعرف فيه ايه بالزبط بجد يعني امبارح بعد هزيمة بعد فوز الزمالك امبارح على فيوتشار 3-2 بفجور تحكيمي واضح 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 طلع علينا الكابتن احمد الشناوي طبع قناة تايم زمالك مش تايم زمالك بصراحة لانها زمال كوية متزملكة يعني من ساعة ما رجع مرتضى منصور والكل خايف الكل مرعوب كل اللي بيطلع في الاستوديوهات او في اي قناة رياضية او قناة بتتكلم على الرياضة لازم كله يشغل الطابلة وكله بيخاف من مرتضى منصور طلع علينا الكابتن احمد الشناوي بعد المباراة في تحليله للحاكم وقال على احداث المباراة في التحكيم اللي فيه ناس زعلت مني مبارح لما علقت وقلت فجور تحكيمي او احتواء تحكيمي هو طبعا محمد الصباحي كان حاكم المباراة ده احتواء محمد عادل كبير الاحتوائيين هو اللي كان على الفار وضربة الجزاء الاولى طلع الكابتن احمد الشناوي بنفسه وقال لك طب لما انت حسبت بتاع سيف الدين الجزيري ما حسبتش لك بتاع تنظر مهر في دقيقة 22 دي زي دين دي زي دين مع ان ما فيش لا يوجد راكلة جزاء اصلا لسيف الدين الجزيري ما فيهش اي شبهة ما قالك ما فيهش اي شبهة راكلة جزاء وبعد كده وقالك فيه طرد واضح وصريح لدرجة النزيف زيار بيقوله يا كابتن ما هو ما دخلش جامد قاله القانون ما يعرفش دخل جامد وما دخلش جامد ما فهش دخل دخول جامد هو رجله رايحة فين قاله بس قاله ده تهور يعني خلاص ده طرد والفار رجعه قاله تعال اشوف دي حالة تستوجب الطرد ولكن هو رجع وادى له انظار ادى له انظار وحسبها خطأ لفيوتشار بعد ما كان حسبها رمي التمثل لنادي الزمالك يبقى اذن راكلة جزاء مش راكلة جزاء وطرد لمحمد عبد الشافي ما طردش فيه والجون التالت لنادي الزمالك اللي جاه في الدقيقة بعد الدقيقة تسعين اللي طالع علينا الاخ عمر الدرديري اللي هو اصلا مش عارب بيقول ايه ولا بيتكلم في ايه طالع علينا بيقولك ايه احنا ملوك التسعين من امتى يا حبيبي من امتى يا باب ولا هي كلمة بتمسك فيها كل من الجمهور النادي الاهلي يطلع شعار او يطلع حاجة للنادي الاهلي هم يمسكوا فيها بقى يقلدوا هم نادي التعليد بعد ما وصلنا لموضوع الترد وصلنا الى هدف التالت الهدف التالت بيقولك فاول صارخ على محمود علاء فاول صارخ على محمود علاء وفي الاخر بيسألوه تدينه كام يا كابتن شناوي الكابتن محمد الصباحي بيقولهم جيد جدا لماذا جيد جدا ما كنت تديته امتهاز بيقول لك قصر محمد الصباحي ما علاهش اللوم ما علاهش اللوم في ضربة الجزاء ما رحش للفارب ماشي لكن تقول لي ما علاهوش اللوم انه هو الفارب عادته وقال له تعالى في طرد رح رجع دوله انظر وتقول لي ما علاهوش اللوم ما علاهوش اللوم ما علاهوش اللوم الفارب مرجعهوش وما علاهوش تعالى شوف الهدف في فاول صارخ ولكن الفارب كان بيشوف الهدف التالت اللي بعدها على طول ملحقش يسنتر فيوتشار او ناد فيوتشار ملحقش يسنتر وقال لك بس ارجع صفر يا حجم انه المباراة خلاص لحسن كرة كده ولا كده تتحاسب على اي حاجة لم ينفعش ان المباراة خلاص زمالك فوز علشان احنا من نتلاعب من مرتضى منصور المشكلة بقى ان الفار كان بيراجع ان الكرة تسلل ولا مش تسلل لكن مراجعش ان الكرة خطأ واضح على محمود علاء هو خانق اللاعب اللاعب السنغالي اللي نزل في التغييرات الاخيرة في ناد فيوتشار خانقوا كده واخدوا من رقابته يا جدعان هو في ايه؟ في ايه بالظبط هو في ايه؟ لو في توجيه نقول ماشي في حاجات تانية نقول لكن كله بيساعد الزمالك علشان ايه؟ علشان ايه؟ ما تلعب برجوله وشوف هتفوز او اتهزم مفيش مشاكل لكن انت تساعده في الخطأ تساعده ان هو ياخد ضربتين جزاء فيهم ضربت جزاء ما لهاش اي صلة ولا اي علاقة ضربت جزاء فاول المفروض فيه طرد الجون التالت من فاول ليه كده؟ ليه؟ يعني كله بيساعد نادي الزمالك وبييجي مع نادي الزمالك وخصوصا لما مرتضى مردسور رجع وكله طلع يطبل ويقول لك حتى رضا عبدالعالم بارح لما طلعه وتكلم ما قالكش ايه؟ ما تكلمش ما قدرش يفتح بوقه ويجيب صرت التحكم وقالك اللعبة دي ما تستهلش الفوز من الاداء لا هو مش من الاداء بس انت نادي الزمالك ما رحش ولا بهجمة ولا هجمة ولا هجمة الا كوره بتاع السيف الدين حسب الدربة جزاءه والكوره التالتة حسب الدربة جزاءه والكوره التالتة الركنية ويجب منها الهدف فيوتشار مبارع مضيع خمس كوره يا جدعان خمسة على الاتنين يبقى سبعة سبعة كان مبارع فاس بفضيحة على نادي الزمالك والله مطلع وشاهد وكبير يعني الايامة تثبت انتوا سعدوه في الدورة مش هيتعدى مش هيتخطى المركز التالت او الرابع مش هيتخطى يعني ما تفكرش ان هو هيصعد يوصل ان احمد سيد زيزو هداف الدور المصري بسبع اهداف من كلهم من ضربات جزاءه والله غالب على امره وفي الختام نقول سلامه وما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك على الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته